خليني يمكن هتكلم زي ما كنت بتكلم مع زملائي الأعزاء على أنه بالتأكيد لازم النهاردة هنتكلم على استقبال فخامة الرئيس لرئيس الوزراء الياباني بس تعالى أخدها بزاوية تبدو مختلفة وقد تبدو صادمة يعني يشوف أنت عايز تقولها ازاي تعالى نخدها واحدة واحدة يمكن زي ما قال مرح رئيس الوزراء أنه التشكيك طول الوقت في الخطوات وفي السياسات المصرية سواء إذا كان على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي لا يتوقف ومستمر بلا هوادة التشكيك في أنه إحنا غير قادرين على تسديد مش عارف في الالتزامات اللي علينا في عشرين اتنين وعشرين فلاقي نفسنا بنسدد لن يمر اتنين وعشرين إلا والاقتصاد المصري منهار ومصر تعود تسعمائة سنة لورا فلاقي نحنا الحمد لله عدنا اتنين وعشرين بمنتهى السلام أو الهدوء أو الطمأنينة لو صح التعبير هلا أقولك إحنا عدنا وإحنا جايبين تديب من ديله تصدق أه؟ تصدق أه؟ لأنه الحقيقة جزء من إن إحنا نجيب الديب من ديله إن إحنا ما عندناش نقص في سلعنا ما عندناش طوابير الناس وقفة قدام المحلات والسوبر ماركتس والبقالة وواواواوا عشان أخد أكلي وشوربي لأنه هو منتج لبعض السلع أو لكثير من السلع وبيباعها غالي أنا بستورد من عنده وببيع أرخص على كل آجب نديب من ديله في نهاية عشرين وعشرين قالك مش هتعرفه تسدده دفعة فبراير تلاتة وعشرين فسددنا كانت تلاتة مليار وشوية أظن تلاتة مليار ونص لو أنا متذكر مضبوط يعني وأشار ديها أمبارح الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه اللي أنا بشوفه هام جدا جدا